الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد 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 لله رب العالمين اسأل فردوس الأعلى وهي أعلى شيء في الجنة وعموم الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى سواء كان الأمر بسيط أو كان كبير وهكذا يسأل الله عز وجل ويكون دائما في سؤاله لله عز وجل بأن الله يستجيب له هذا الدعاء طيب الآن نبدأ بالسئلة إن شاء الله في هذا البرنامج ونبدأ بالسؤال الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي نورة سعد الهاجري أدي سؤال يا شيخ هل هناك أمثلة من قصص الإسلامية التي توضح بين مفهوم الإيمان في القدر سؤال نورة سعد طبعا سؤالها سؤال جيد وهذا السؤال يحتاج إلى جواب نوعا ما في تفصيل حتى يتضح المفهوم التي تريده السائلة هناك قصص في القرآن هذه القصص تبين مفهوم القضاء والقدر لأن القضاء والقدر يحتاج إلى أمثلة توضح هذه القيمة العظيمة أعطيكم مثال من القرآن أعطيكم قصة واحدة فقط وهي قصة أم موسى أم موسى الله عز وجل يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أم موسى أم موسى لما وصلت إلى مرحلة الوضع خلاص يعني اليوم بكرة راح تضع طبعا كان في هذا الوقت في الوقت اللي كانت تعيش فيه أم موسى كان فرعون يقتل الأولاد يقتلهم سنة ويتركهم سنة ففي السنة التي يقتل فيها الأولاد كانت ولادة موسى عليه الصلاة والسلام طبعا في ناس يترقبون يجسسون يقول إيه الآن الأم موسى أو المرأة هذه ستلد فطبعا في الأول ما كان فيه سنار وكذا لا المهم لما ولدت وإذا تلد من ذكر وهو موسى عليه الصلاة والسلام فخافت طبعا لكن الله أوحى إليها طبعا الوحي بالنسبة حقه للنساء هو إلهام يلهمها الله عز وجل يغضي في قلبها شيء تسويه لأن الأنبياء والرسل دائما كلهم رجال ما فيه نساء لكن هذا الوحي هو وحي إلهام فقال لها عز وجل يا أم موسى ضعي هذا الرضيع في تابوت متى صندوق ضعيه إذا خفتك وخليه وقذف في قلبها أنه سيرجع هذا الولد طيب لا أحد يمسه بسوء بل سيكون من المرسلين بعد يعني مو بس ينجو سيكون من المرسلين وحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أرضعي أنتي فإذا خفت عليه ألقيه في الياب يعني في البحر أو في النهر ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك واجاعلوه من المرسلين سبحان الله كيف القدر يكون في هذه القصة وسبحان الله يمشي هذا التابوت إلى قصر فرعون سبحان الله يروح لقصر فرعون إلي خائفة من فرعون فوصل إلى قصر فرعون فأخذوه قومه لهم الناس الحاشية فلما دخل القصر هذا التابوت تابوتها دخل القصر لما فتح التابوت وإذا بهذا الوليد الصغير سبحان الله قذف الله عز وجل في قلب زوجة فرعون أن تحبه تحب هذا الطفل فقالت لفرعون ليت لا تقتله أسأل ينفعنا أو نتأخذه ولدي لأنه ما عندهم عيال هذا الظاهر أنه ما عندهم عيال فقالت لأنه ليش ما تخليه ونتبنى وفعلا عاش في قصر فرعون كيف القدر سبحان الله يعيش في قصر فرعون وهذا الولد يريدون الآن يعني يعطون الحليب لازم يرضعونه سبحان الله الله سبحانه وتعالى جعل الشفتين شفتين موسى ما يقبل أي مرضعة ما يقبل أي مرضعة فاحتاروا أهل القصر والولد بيموت إذا ما لنتبه صالة أيام يعني يوم يومين فبحثوا بحثوا جاءت من جاءت أخت موسى كانت أخت كبيرة فقالت لهم أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون طبعا ما يدرون هذه أخته ففعلا قالوا له طيب أين هذه المرأة فرجع الولد لأمه سبحان الله شوف القدر رجع الولد إلى أمه وجاء فرعون وعطاها أجرة أن تراضع طبعا تراضع مبلاش معنى أمه هي فسبحان الله كيف القدر أن هذا الولد يوضع في التابوت ويروح قصر فرعون وتحب امرأة فرعون ولكن راح قتل وبعدين يعيش في هذا القصر وتي أمه ترضعه سبحان الله شوف القدر مو بس هذا الله سبحانه وتعالى جعله من المرسلين وهذا يدين على أن الله عز وجل يجعل في هذه القصص عبرة في النهاية من الذي قتل فرعون هو موسى عليه الصلاة والسلام الذي يخاف منه الذي يخاف منه فرعون وكان يخاف من الذكور ذكور بني إسرائيل فجاء سبحان الله عز وجل بهذا الولد يعيش في قصره وهو ضعيف جدا ويعني رضيع فرجاه الله عز وجل من هذا الهلاك بقدره سبحانه وتعالى بمحبة زوجته وكذلك منع الله عز وجل الشفتين أن ترضع إلا من أمه هذه من العبر في كتاب الله عز وجل وطبعاً فيه أشياء كثيرة في القرآن تبين مفهوم القدر القضاء والقدر بصد الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا والآن إن شاء الله نطلع فاصل ونعود عليكم بعد قليل الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدنا إليكم بعد الفاصل عندنا الآن سوال نسمع هذا السوال السلام عليكم معاكم حسين مبارك ما هو الوقت المحدد لآداء كل صلاة في اليوم طيب هذا السوال طبعاً ما هي الأوقات التي هي محددة لقامة الصلاة طبعاً لدينا خمس صلاوات الفجر الظهر العصر المغرب العشاء هذه الأوقات الخمسة لها بداية ولها نهاية فالفجر خنابلي أو شي بالفجر الفجر طبعاً يكون ما يسمى بالفجر الصادق وهو ما يقال عنه أهل الفلك أن يكون النور يكون بشكل مستطير بالعرض هكذا إذا استمر 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 معناته هذا فجر صادق يعني أذن الفجر إذا كان النور بالطول بالطول هكذا هذا لا هذا يسمونه فجر الكاذب لأنه سينقطع إذا امتد بالأفق هكذا بالعرض يسمونه هذه بدايته طيب متى نهايته نهايته الفجر الصادق طلوع الشمس إذا طلعت الشمس انتهى الوقت بين هذا الوقت وهذا الوقت يكون صلاة الفجر طبعا كل الأوقات سنبين بعدها قليل الأفضل فيها والأحسن أول وقت يعني بعد السنة مثلا بعد السنة الفجر بعد الأذان سنة الفجر بعد سنة الفجر طيب صلاة الظهر صلاة الظهر وقتها يكون لما تكون الشمس عامودية عامودية فهذا الشيء إذا صار يكون الإنسان ما لا ظل يعني لو واحد وقف والشمس طالعة وصلاة منتصف السماء يكون ما لا ظل أول ما تبدأ الشمس بالملايان يعني بالتميل يعني أول شيء يحصل في ظل يبدأ أو تبدأ صلاة الظهر إلى متى إلى يكون ظل الإنسان مثله هذا كله صار الظهر فلنسان يصلي من هذا الوقت إلى ظل الإنسان مثله بعدين العصر والعصر نفس الشيء إلا أن العصر لا وقتين العصر لا وقتين وسنة تشار العشاء العشاء أيضا له وقتين العصر تبدأ من نهاية الظهر يعني نهاية الظهر وهو تضل كل شيء مثله إلى غروب الشمس إذا غابت الشمس انتهى وقت العصر لكن نحن قلنا لها وقتين وقت يسمونه الأفضل وهو الأحسن تمام والوقت الثاني يسمونه وقت الاضطرار الأول والاختيار والثاني الاضطرار شو الاختيار يكون لين تصفر الشمس لين تكون الشمس صفرة تكون الشمس صفرة هذا الوقت الأول هذا هو وقت صلاة العصر لو أخرها الإنسان ما بعد صفرة الشمس يكون قد فعل الخطأ ويكون آثم في هذه الصلاة وإن كانت الصلاة في وقتها يعني إن كانت الصلاة في وقتها لأنه تأخر عن الصلاة لأنه ما لا عذر إلا إذا كان له عذر فهو جائز له يعني مثلا الإنسان كان مريض مريض وما يستطيع أن يصلي أول وقت نقول ما خالف أنت معذور لو صلى قبل المغرب مثلا نعج دقائق طيب عندنا الوقت المغرب المغرب إذا غابت الشمس تبدأ صلاة المغرب إذا غابت الشمس تبدأ صلاة المغرب يعني غاب القرص قرص الشمس إلى متى إلىين يكون في السماء شفق أحمر شفق أحمر كنا نشوفوا علينا شفق أحمر إذا خرج شفق الأحمر معناته دخلنا صلاة العشاء إذا انتهت شفق الأحمر عفوا دخلنا صلاة العشاء طيب صلاة العشاء لها أيضا وقتين الوقت الأول وقت الاختيار الجائز ووقت الثالث وقت الطرار الوقت الأول هو إلى نصف الليل والوقت الثاني ما بعد نصف الليل إلى صلاة الفجر هذه الأوقات الخمسة للصلاوات طبعا الأفضل الأفضل الإنسان يصليها في أول وقتها هذا الأفضل في الصلاوات كلها الخمس إلا أن صلاة العشاء بالذات صلاة العشاء يجو الأفضل فيها الأفضل بس الأفضل تصليها يعني متأخر بس مو بعد متصف الليل هذا متى إذا كانت تصلي معاك ناس طالعين مثلا بر طالعين مثلا راحين شاليك هذا الأفضل لكن إذا ما في أحد لا تصليها في أول وقت مع الجماعة في المسجد هذا الأفضل هذه اللوقات الخمسة المحافظة عليها هذا مهم جدا هذا من أفضل الأعمال من الأفضل الأعمال إنسان يحافظ على الوقت الصلاة في أولها طيب طيب إنسا الله عز وجل التوفيق لنا ولكم يا لبناتي في هذا البرنامج ونلقاكم إن شاء الله في حلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر